موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع صاحبة الجلالة لهذا اليوم الثاني والعشرين من آب 2019 أهلا بكم وقراءات محلية متعددة تنتظر المشاهدين ونأخذ فاصل قصير لنشرع في كل ذلك إن شاء الله أهلا بكم وسنبدأ مع صحيفة الصباح ماذا كتبت في جدارها الأول منتخبنا الشباب إلى جانب الإمارات والبحرين ضمن بطولة غرب آسيا والسبت يخوض أول مباراة له أمام منتخب الإمارات ومدرب منتخبنا الشباب قحطانشتير لا يعد بالفوز بلقب البطولة هذا ما جاء في الصفحة الأولى إلى صفحة الثانية منها نطالع ونخوض أكثر في صحيفة الصباح الأمير علي يشيد بقرار رفع الحضر عن الملاعب العراقية وبسبب الشكاوى المقدمة ضدها الآسيوي يرفض منح ثلاثة أندية ترخيص المشاركة القرية والمحلية وفيها أكثر معسكر تدريبي لمنتخب الصلاة تحضيراً للمشاركات الخارجية وسام المجد بطلاً لدور كرة الطائرة من وضع الجرهس هذا ما جاء في الصفحة الثانية وبين يديكم الصفحة الثالثة مدربون ممتعدون من ارتفاع مبالغ التعاقدات الأندية الكبيرة تستقطب النجوم والأموال تتحكم بسوق الانتقالات أساليب اللعب وطرق التدريب في السويد تختلف عن إنجلترا ياسر قاسم جاهز لتنثيل الوطني وسعيد بتجربة أوريبرو الشباب والرياضة تناقش خطة العمل المشتركة مع الفرق الرياضية نودع الصباح ونطالع ماذا كتبت صحيفة الزوراء اتحاد الصحافة الرياضية العربي يهنئ أسرة الكرة العراقية رئيس اتحاد غرب آسيا الأمير علي بن حسين يشيد بقرار رفع الحضر عن ملاعبنا واتحاد الكرة يحل لجانه ويختار رحيم حميد مساعدا للمدرب كاتونيش مدرب منتخب الشباب قحطانشتير منتخب الشباب لن ينافس على لقب غرب آسيا واتحاد ألعاب القوى يقيم الدورة الثالث من بطولة أندية العراق وحبرت صحيفة الزمان أربعة عشر يوما تفصل الأسود عن مواجهة البحرين في كأس العالم المطوب اسناد كاتونيش وملعب البصرة فرصة لتحقيق الهدف القوى الجوية يبدأ معسكر بيروت بالفوز على طرابلس ويلاقي النجم اليوم وسام المجد يحرز لقب طائرة الجلوس إلى مدايات المدى التي قالت صفقة أربيل للعقد المعدل مع كاتونيش تورط الحكومة بهذر المال اتحاد الكرة خارج ضوابط لجنة قرار 140 وقد تساءلت الصحيفة لماذا كيف سكتت لجنة المنتخبات على إهانة المدرب العراقي أرزاق على باب المنتخب شهادة دامغة لعملية تخريب اللعبة وفي عنوان آخر للمدى اخترناه لكم ديربي خليجي ساخن بين الليوث والأبيض الإماراتي صحيفة أخرى صادرة من بغداد لا وهي الدستور عصمة التفاوض بيد كاتونيش ترحيب واسع لاحتضان البصرة لمباريات منتخبنا اتحاد الكرة المستشار الفني مع الوطني ضرورة ملحة كريم سلمان الكرخ طموح يتجدد المدافع الشاب حلي كاظم ينضم لصفوف الصقور عربيا مع المنتخب المغربي اتحاد طنجة ينتفض بثلاثية أمام الزوراء وتفاصيل هذا الخبر حقق فريق اتحاد طنجة فوزا كبيرا بثلاثية دون رد على حساب نظيره الزوراء العراقي ضمن مبارية الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفية المؤهلة إلى الدورة الثاني والثلاثين من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ويتصدر الرفاع البحريني ترتيب المجموعة بست نقاط بعدما حقق الفوز على في أول جولتين بينما يتذيّل هورسيد الصومالي الترتيب بدون رصيد الصريح التونسية بين يديكم ألان جيراس يكشف خفايا وأسرار القطيعة مع المنتخب علمت الصريح أن المدرب المنتخب التونسي الراحل ألان جيراس كشف للمكتب الجامعي في تقرير عديد النقاط الواجب تداركها كما علمت الصريح أن الفن الفرنسي حذر من تدخل ماهر الكنزاري في كل كبيرة وصغيرة وتحريض اللاعبين هذا وقد حصلت خلافات بين أجيراس والكنزاري في كان مصر وصلت إلى حد تبادل الاتهامات وفق ما علمت الصريح من مصادر خاصة كما تهم الفن الفرنسي أن كنزاري والبوسعيدي والكسراوي بالتحالف ضده وتقسيم حجرة الملابس بين لاعبين مساندين الكنزاري وآخرون لجيراس الهدى في الجزائرية سليماني أنا سعيد جدا بانضمامي إلى مونوكو وهذا ما أعد به وتفاصيل هذا المنشت أدى إسلام سليماني بأولى تصريحاته عقب انضمامه بشكل رسمي إلى صوف نادي مونوكو الفرنسي وفي أول تعليق له على انتقاله إلى مونوكو كشف سليماني قائلا أنا سعيد جدا بانضمامي إلى هذا النادي الكبير وأعد بتقديم كل ما أملك من أجل مساعدة فريقي على تحقيق أحلامه والمتمثلة في لعب الأدوار الأولى في الدوري والتأهل إلى المنافسة الأوروبية الفدائي الكبير يبدأ استعداداته لمقابلة أوزباكستان الأحد المقبل هكذا كتبت الأيام الفلسطينية يبدأ المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الفدائي استعداده لمباراة أوزباكستان التي ستجرى على ملعب فيصلي الحسيني وسيتم استدعاء 27 لائبا سيكونون أصب المنتخب الذي سيخوض مباراة أوزباكستان وبعدها مباراة مع منتخب زنغافورة وذلك مباراة المجموعة الرابعة للتصفية الأسيوية المزدوجة الرياضية السعودية حبرت دور MBS اليوم يبدأ الحلم تعود الحيوية والإثارة إلى كافة الملاعب السعودية بدءا من اليوم مع انطلاق الدور المحترفين في نسخته الجديدة بمبارتي النصر مع الضمك والأهل مع الأذالة ستة عشر ناديا ينقلون أحلام جماهيرهم إلى أرض الواقع آملين من لعبيهم تحقيقها في موسم ينتظر أن يكون الأقوى بعد إبرام صفقات صيفية مدوية رفعت قيمة الدوري إلى مليار وأربعمائة ألف ريال ونخوض أكثر في هذه الصحيفة الرياضية السعودية تسعة وأربعون لاعبا من أربعة وعشرين بلدا يظهرون أول مرة في الدوري يستقبل الدور السعودي للمحترفين تسعة وأربعين لاعبا أجنبيا جديدا يمثلون أربعا وعشرين دولة يخوضون تجربتهم الأولى في الدور المحترفين الذي سينطلق اليوم وبحسب تصنيف موقع ترانسفير ماركت الخاص جاء التونسي أسامة الحددي لاعب الاتفاق أغلى اللاعبين بمبلغ تجاوز الثلاثة مليون أورو فيما يعد النجيري روبن جابريل جابريل لعب أبها الأقل بمبلغ وصل إلى مئتين ألف يورو مع البيان الإماراتية ثلاث مواجهات في انطلاق كأس الخليج العربي اليوم الأبيض الشاب يواجه البحرين في غرب آسيا سبعة وعشرون لاعبا في قائمة الأبيض لمواجهة البحرين الفجيرة يضم الإيواري الأسان ميتي ونبقى في دول الخليج مع الخليج الإماراتية الشارقة يواجه بنياس والجزيرة يستضيف خرفكان وعجمان يلاقي حتى ينطلق اليوم سباق منافسات الموسم الكروي الجديد مع صفارة البداية التي ستتمثل في مسابقة كأس الخليج العربي وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين حيث جاء في المجموعة الأولى شباب الأهلي حامل لقب إلى جانب الجزيرة والعين والنصرة واتحاد كلباء والضفرة والعاد إلى الأضواء خرفكان أما المجموعة الثانية فستضم الوصل وعجمان وحتى وبنياس والشارقة والوحدة والفجيرة الوطن القطرية انطلاقة مثيرة السد يكتسح الوكرة برباعية والدحال يفلت من القطراوية الغرافة يصدم بالشيحانية اليوم في دور نجوم قطر والخور وسيلية يبحثان عن البداية القوية في الوطن القطرية أيضاً إعارة لموسم واحد اللاعب فريدون ينتقل للشيحانية النافذة الأوروبية نبدأها اليوم مع صحيفة أس الإسبانية صلتت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس الضوء على طلب الكوستريكي كيلور نافاس حارس وار ماريال مدريد الرحيل عن الفريق لعدم قبوله بدور البديل كما نقلت أزمات نايمار مع ناديه باغيسان شرما للعودة إلى برشلونة مع ترقب المرنجي للموقف وعنونة صحيفة الأص الحسابات تخرج إلى مدريد نايمار سيترك في البرنابيو 50% من حقوقه الإعلانية أي ما يعادل 13 مليون أورو ونصف إلى النادي الأبيض على خلاف برشلونة لن يتجاوز سقف رواتب الفرق الأوربية ونبقى مشاهدين مطالعين في صحيفة إسبانية أخرى عنوانها الموندو دي بورتيفو كتبت باريسان شرما يراهن على الأبيض وخرجت صحيفة موندو دي بورتيفو بعنوان عبر غلاف عددها الصادر اليوم الخميس باريسان شرما يراهن على الأبيض وأضافت برشلونة جاد في مفاوضاته لأنه يرى أن نايمار صفقة ستراتيجية لكنه استدم ببرج باريسان شرما الذي يرفض كل شيء وتابعت في ريال مدريد ينتظر فلونتينو بيريز الباريسيين لتسهيل خطف نايمار من برشلونة واللاعب يفضل الرحيل عن فريق الحالي ورغبته العودة إلى الكامبنوف ماركا الإسبانية كتبت عن كيلور نافاس أكثر ماذا طلب وماذا أراد كيلور نافاس يطلب الرحيل ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية بأن حارس ريال مدريد كيلور نافاس قد طلب الرحيل عن إسوار البيت الملكي وعنون صحيفة الماركا كيلور نافاس يطلب الرحيل وأضافت الحارس كوستاريكي غير سعيد بدوره كحارس بديل في ريال مدريد لتيبو كورتوعة وتابعت في شهر يونيو حزيران الماضي قدم فغيص جرما عرضا له ولم تتم الصفقة وسيتوجب على ريال مدريد توفير البديل المناسب له في حال أن يكون راحلا إلى إنجلترا والصحف الإنجليزية ستار سبورت الإنجليزية الويلزي راين جيكز يصرح خمس ليس غواصا وبحاجة لحماية الحكام أكد الويلزي راين جيكز المدير فنيلي ويلز أن مواطنه دانيال خمس جناح ماشيستر يونيتد ليس غواصا ويحتاج إلى حماية إضافية من الحكام وتم اختيار اللاعب البلغ من العمر 21 عاما ضمن تشكيلة جيكز التي تضم 26 لعبا في تصفية كأس الأمم الأوروبية 2020 التي ستقام شهر المقبل أمام أذربيجان ثم يخوض لقاء وديا مع بيلاروسيا وكلاهما في كاردف وقال جيكز لقد رأيت أنه تعرض للعنف كثيرا وهو بحاجة إلى الحماية إلى صحيفة برتغالية عنوانه أبولا بنفكة هو ناد كبير وله مشجعون مذهلون أجرى لاعب فريق بنفكة البرتغالي الصربي فليب كروفونو فيتش مقابلة مع صحيفة الڭارديان تحدث فيها عن ناديه قائلا بنفكة هو ناد كبير للغاية ولهم شجعون مذهلون في كل مرة لعبنا فيها مباريات في المسابقة الأوروبية بدأ الأمر وكأنه غزو حقيقي لاكزيتا سبورت الإيطالية إيكاردي يشغل تفكير نابولي لم يكتف نابولي بالتعاقد مع المكسيكي هيرفينغ لوزانو جناح أيند هوفن وما زال يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركات الصيفي الجاري وبحسب موقع كالتش والميكاتو الإيطالي فأن نابولي نقل اهتمامه إلى المهاجم الأرجنتيني مارو إيكاردي لعب إنتر ميلان ويسعى نابولي لتدعم مركز المهاجم الصريح بين صفوفه حيث استقر على إيكاردي لتحقيق هذا الهدف لكيب الفرنسية كتبت في هذا الصباح عرض ريال مدريد الخيالي لا يكفي لضم نيمار ونخوض أكثر في هذا المنشت لم ينجح مسؤول ريال مدريد الإسباني حتى الآن في إقناع باريسون جرمال فرنسي بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيل نيمار دي سلفا هذا الصيف وبحسب صحيفة لكيب فأن ريال مدريد قدم عرضا ضخما لضم نيمار يشمل هذا العرض انتقال الثلاثي كيلور نافاس وقارثبيل وخامس وودريغيز بالإضافة إلى 100 مليون أورو إلا أنه لم يلقى قبول الفريسيين وذكرت أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار حقيبة منشط هذا ما جاء بها هذا اليوم انتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة